اشتركوا في القناة بس كنت عم قول انه الصين لما اعلنت عن الهبوط بتقول هون نقل عن تلفزيون الصيني الصاروخ الفضائي تفكك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي دكتور سيرين نعمة دكتورة بعلم الفيزياء الفضائي اهلا وسهلا فيك اليوم يعني كنا متفقين مسبقا على هذا الموعد وكان في موضوع ما معرف اذا رح نقدر نعمله الاشارة بس طلبت منك بناء على تفاعل العالم كله حول هالصاروخ لي انفصل وبلش يدور ويمكن انتحر انتحر خلاص جزبته الارض وصار بالمحيط هلأ الهندي بحد جزر المالديف وما ازح هذا ما ازح هذا الحمد لله كان في خوف انه يعني ينزل على اليابسة وبلشوا ياخدوا حذرون لان حسب ما كنت عم تابع عن بارح هو وزنه اتنين وعشرين طون نعم طوله تلاتين متر تلاتة وثلاتين تلاتة وثلاتين عرضه خمس متار خمس متار ما بين حد بالصندوق اذا بتاعت شو هو تصله على الصفر سبعمية واحدة وتسعين سبعمية وثمان اول شي انا صراحة بشكرك على الموضوع ما كنت مفكرة انه هالقدة اخيد متل خوف وحبيت احكي انوييك وتعطيني المجال انه بعيدا عن الاثارة والسانساسيوناليسم يعني الاثارة الخوف والفير والمخاوف ويربي شو بده يصير وغضب الالهة يعني انا كتير سمعتها انه الدني غضباني علينا حبيت انه نحكي عن الموضوع وكنت متوقع انه ما يوقع عن بارح ولا اول تم بارح يوقع اليوم لانه عنده طاقة يعني كان عاطين احتمالي لتنام بعض الظهر حقا نعم نعم فيك تعمله حسابات ولكن مع الحسابات ما فينا نعرف قدية تحديدا الوقت المحدد اللي بالضيوع وصراحة هادي الصين ما بتعملها مش اول مرة عملتها وكالة الفوضة الصينية هديك السنة بماي كمان وقع صاروخ لونج مارتش بي ونزل على الكود ديفوار وعمل جرحة وعمل كسر بنيات وكسر سيارات بس ما حدا حكي عنا إلا البعض حضرتك شي سمعت فيها لا أبدا هل أسمعها منيك نعم سو في شغلي كمان بعد أعظم وأعظم أنه بال2018 نزلت تيانج جونج وان كلها بكاملة على الأرض من تكون تيانج جونج وان وشو طلع يعمل لونج مارتش فايف بي سارو يعني معلومات هيك دسمة بديك تفسري لنا عنهم بالدور نعم هلأ في عندنا صراح عن الفضاء بين الصين والأمريكان والروس ولأول مرة فوز صراح على أكتر من محور لتكون الدولة الاقتصادية العزمة والأولى بالعالم نعم يعني عليك لأنه هلأ يا صديقي اللي بيملك الفضاء بيملك الباور كله خلص لا البترول ولا النوكلير هلأ صار الصراح من يملك الفضاء بس هي مش دعسة ناقصة بمسيرة الصين باتجاه انت ليك على الفضاء مليون بالمئة مش بس دعسة ناقصة ودعستين وثلاثة وأربع ولأ بخبرك لي مرسي على سؤالك حطيتها أنا بوانوار سور لاشين الصين عارفة أنه هي عندها أربعين سنة مأخرة عن الروس والاتحاد السوفيتي والروس وعن أمريكا نوك شو عم تعمل هلأ هلأ صار عندها مصاري عم تعمل ميسيونات مراحل وسفرات بالفضاء يعني على مد النظر عم بيحطوا مصاري ليطيروا صوريخ لا يعملوا مثلا نزلوا على القمر نزلوا على المكان اللي مش نازلين عليه مش شخص نزلوا روبو طلعوا على المريخ كمان الصينية فشو عم بيصير هلأ الصينية عم بيعمروا مركبة فضائية مأهولة في الفضاء اللي إذا بتتذكر لما حكينا عن الإي أس أس المدينة المأهولة بس الإي أس أس هي عالمية انترناشنل الصينية عم بيعملوا شي خاص فيهم اللي هي اسمها تيان جونج ثري وبالترجمة الماندران بيكون المقر السماوي المضاء وهن بدون يطلعوا يقعدوا فيها ما بيسمون كوسمونات ولا أسترونوت بيسمون تايكونات يعني هن علماء الفيزياء الفضاء اللي بيطلعوا من الصين وبيقعدوا بهيدا التيان جونج ثري هلأ فضل قد ما عم بيستعجلوا الصينية يعني بروديكشون على شان بالمصنع بيعملوا تيان جونج وان تيان جونج تو شو بيصير بتيان جونج وان بتتفكك وبتروح من مسارة اللي هو كونترول هلأ بنشرح الفرق بين الآن كونترول الغير مضبوط والمضبوط وبتصير تبرم حوالين غلاف الجو تلقطة لجرافة الجيزبية وبتنزل مثل ما هي على الأرض بس ما بتقزي حدا لأنه بتتفتت بالغلاف الجو اللي صار كمان بتنزل جسم واحد تفتتت يعني أول شي بتتفتت لأن هن رفاع بيحترقوا وبيبقى عطول من أي جسم أو مجسم اصطناعي ساتيليت عاملوا الإنسان إذا مثلا لنحسب هلأ لونج مارتش تيان هي هيدا الصاروخ اسمه تيان هي ويعني هارموني أوف هفن عطول اليابانية بيعطوا أسامة والصينية وبيهديك الفار إيست بيعطوا أسامة إلى معنى فالمعطر تيان هي يعني وقع عطول إذا كان أي ساتيليت عنده وزن لنقول 20 كيلو بيحترق بس بيبقى منه 20% من وزنه لك مش كله بيحترق بس هديك تيان جونغوان تفتتت كله لأنه كانت فاضي عندي سؤال هوندور فتل فتل لأن قلت ببداية الحديث هي أختيها بشكل نكتي أنه كأنه صندوق مقفل ووزنه وطوله ويستعمل إلى ما هنالك خطر على غير أنتوا عم تشلح هيدا النكتي أنه مثل ما الطائرة لما بتوقع بيكون في صندوق أسود لا يعرفوا شو اللي صار في شي صندوق سود بالنسبة للصواريخ لا يقدروا ويعرفوا شو اللي صار معه شو اللي يخليها تبعد عن مسار أو تنقصهم عن يعني الجهة التانية نعم أي ولا ما بيشبه الصندوق الأسود هون بدنا نفسر أنه في عنا شي اسمه سياسة الأيتيك الأخلاق الفضائية وكل ما تكون أنت عم بتصير أكتر مسيطر على الفضاء والفيزياء الفضائي يعني بدك تسيطر على العالم بدك تعمل حالك بتحب البشر العادي يعني بتحترمه عادة لما تطلع موديول تطلع مرحلة بدك أنت تعمل مركب فوق بالفضاء بتطلع صاروخ كبير مجبور تكفي له الموتورات طبعه وتحط له كايند أوف تراكر بيلحقه مثل هو الصندوق لحتى لما يخلص شغله فوق وينما كان تقدر أنت أي حدا على الأرض أنجينيور أو حدا يبعط له المهمة ليكوّع ونقرر وين ينزل بس هيدا الشيء ما عمله الصينية لأنه بيكلف كتير وبيكلف بيترول كتير وفيول وعطوله بنعرف نحن بالمهمات الفضائية هي الوزن مكلفة الانرجي مكلفة مقررين من أصله الصينية ما يعملوا مانوفر المناور العلمية نعم كلام خطير لهم أكيد أنا مسؤولة عن كلامي ونزلينه بس عملين الريهان يا صديقي أنه هني مطيرين الصاروخ على الخط العرض 41.5 يعني إذا نحن أخذنا الاستيواء إكويتر هيدا الصاروخ بدورين الأرض رح يطير بين 41 وال41 والماينس يعني بالجنوب والشمال مثلا فرنسا وكل شي فوق 41 ما عليهم خطر أبدا وكل شي تحت 41 شو عملين هني ريهان عملين ريهان أنه 70% من هالمنطقة هي بحر وصحراء سو عملوا مثل ستاتيستيك ليش بدي ادفع مصاري أكتر رح يشبق شبق نزل بالمحيط وإذا شبق بمكان مأهول يعني الاحتمال كتير صغير عندك 10 مليون مرة احتمال أنه الزعقة تحرقك البرق يحرقك من أنه ينزل عليك شقفة من المكوك الفضائي سو هو في عنا فرق بين التراكر أنت تقرره تضبطه أو بتكبه ينزل بس تحت الجاذبية يعني عملت شغلته وخلص شو المساج اللي أرادو ما زال عم تقولي اللي عارفين مسبقا أنه رح يصير هيك شو المساج اللي أرادت أنه توصل الصين للعالم ولا غريمتها إذا في يقول أمريكا هلأ بالفضاء الروس والأمريكان مع بعضهم بهالشي الصين عم بتسابق لتنين أمامتان من كولونال يعني كيف تنينيتهم المساج أنه صرت بريزانت أنا موجودة وعلى الدنيا السلام وهن ما رح يوقفوا حتيت أنه عم بيستعجوا لأنه بدون يبنوا المدينة الفضائية الصينية بالألفين واثنين وعشرين رح يكونوا مخلصين ورح يودوا من هلأ لستة شهر بعد رح يطلع اتنين مثل هيدا واثنين غيروا المقهولين يعني عنا بعد ميلمام ستة شهرية نعم واللونج مارتش 5 بي هو من أكبر الصوريخ الصينية اللي وصلت له هلأ على أمل اللي صار اليوم ليك هلأ ما في هلأ يعني هيدا الخوف تعرف أنه مرة بالجمعة بينزل ساتليت أرتفيسيال كبير غير مضبوط وانس أويك والعالم عملته والعالم كلها بتعرف العالم السينتيفيك يعني فبس هون إذا بتنتبه الصين ضلت جمعة معبرت ما حكيت عن شي مبارح وأنا كتير اتفجأت أنه أخلاقيا علميا لازم ما عم بحكي سياسة لما عصين ولا عم الأمريكان شو بقولوا الأمريكان لطشون بارح بقولوا من هلأ ورايح اللي بدو يتعاطى بالفضاء بدو يكون يتبع الأتيك الفضائي دونك هل هيدا الشي البنتاجون أبوك أنا بيتابع مبارح مصار مليون بالمية بس ما فينا نعرف يعني أنا وياك والبنتاجون والسي آي آي والآليينز ما فيهم يعرفوا لأنه الأتموسفير الغلاف الجو فيه توربولانس بيرقص بيرقص النقط وبيتغير الدنسيتي طبعه وبيجي لهوا يعني أوقات بيكون عندنا مثلا على الأخبار بيقولوا التأس بيقولوا اليوم جاية هوا بيتغير بتجي صحيح بتغير مصار فينا نعرف بس قبل بأربع ساعات وين بالضيوع مزبوط بس بما أنه عن جد ما كان فيه خوف هلأ مش حلوة في عالم كتير خافت مش حلوة أخلاقيا وإنسانيا نعم بس علميا بالنسبة للصين يسنفوت خير هم طيب دكتور نحن عنا مجموعة من الصور نعم رح منشوفهم بس كان عبالي يعني أعرف لأن مبارح كنت عم تابعة شوي لما حكينا سوى كانوا خايفين من انفجار وخايفين من كمية الوقود اللي بعدها باقية إنه شو ممكن تعمل أداء كان يعني فيه الخزان أداء استهلك يعني ببرامان وبالغلاف الجو حول الأرض أداء استهلك بشو كان مزود هل يعني فيه ما بعرف سمعت أحدهم على محطة عربية بيقول إذا كان يمكن أخطاء بالوزن ممكن يكون فيه أخطاء بالوزن ممكن يعني وزن زايد ممكن كافية عم بيقولك يعني وبيقول نفس هيدا الشخص بيقول أنه لعدم كفاءة وخبرة الصينيين بهذا المجال في هفوة ما انتبهولها وما أخدين أحتياطات ماش مش أخدين أحتياطات وفي حال سقط الصاروخ حتى مش مقررين هنه أخدين هنه أخدين القرار ما ياخدوا أحتياطاته سؤالك كتير كتير مهم وهون لب الموضوع ليش لأنه عدم كفاءة الصين بهالموضوع مش عاب بعضهم صغار بعضهم بيبيز مش إن هيك عم بيقولك أنه عم بيركدوا ركض وعبرة لهالشي بس مش يعني ما بيعرفوا وعبرة لهالشي أنه لما طلعت برسيفيرانس على المريخ طب الأركنية والأوروبية وطلعت معها موكسي وطلعت معها إنجنوتي كانوا الصيني قبل عم بيبر محاولين المريخ بس ما غطوا لا يا صديقي لأنه ما عندهم صور كتير ريزولوشن عالي عن سطح المريخ أوروبا وأمريكا مش عطيتهم إيهن للصين ونحن أزا فرنش فرنسوية بشتغل بأيوروبيا سبايس ايجنسي عنا إيهن من 16 سنة دي تيل فاضطرت الصينية يبر محاولين المريخ ياخدوا صور ليعرفوا وين بدون يغطوا ففي سيبي لنرجع لتانهي تانهي خلونا شوف الصور نعم بيتعارضوا شي مع صور البدنا نحقين أبدا هني مع تانهي لأن بعد معي عشر دقايق تقريبا إنه هس وقتنا دكا خلص الوقت خلص الوقت أنا بحكي وأنت بتحكي اسم الله علينا تفضلي العشر دقايق كله نقلي تعرف شو هو يعني الدواء لكل شي أوجاع هو الحكة ما في أحلى من الحكة بس يكون إلو معنا الحكة لأقلك عشر دقايق عن جد ما راح افتحتمي نعم تابرينا شو هم هايدي الصورة بنرجع بنحكي عنا بعدين لأنه كنا عم نحكي عن المريخ وعن الصراع هون موكسي هون أنا كنت بدي فرجيك صديقة إنه وين بيتبرم كان الصاروخ Long March 5B ومنشوف نحنا بناخد خط الاستواء بنص الparallel الاثنين ومنشوف إنه كل شي إذا بتراحز وين لبنان على اليمين شوي من الكيرف لبنان وفي عنا تحت في الصحراء كل شي بهيد المنطقة كان مهدد إنه ينزل عليه نعم فنتطلع مع المشاهدين وحضرتك أكتر من 70% من هيد المنطقة مي نوك مش هايك مش خايفين إذا مننقل لصورة تاني هو Long هيدة Tiang Gong 1 اللي سقطت بال2018 هيدة مش رسم نعم هيدة مش رسم ولا حلم هيدة صورة نارية حقيقية خدأ أماتار أستروفيزيسيان أماتار عم تسقط المركبة مثل ما هي بالأتموسفير وتحترق دونك مش أول مرة بيعملوا فينا الصينية يعني بس كانت هيك فرطت شوي solar panel بعدنا منشوف الموجودين وبقي المجسم كذا طون بس مش 22 طون بقي بس احترقوا وهون صديقنا Long March 5B منشوف أنه لأرجع لسؤالك منسيت هني مش مغلبتين بالوزن لأنه عاملينه كتير كتير منيح مستعملين منشوف على اليمين هولي الصوريخ الجنيريترز اللي بيعطوا بوش في شي فوق على راس الصاروخ إذا بدك أنت تعمله تراكينج بيكونوا حطينه بس هني مش حطينه أصل دوك هني ما بدون هلأ البرتي كلها من فوق لنص الصاروخ هو هيدا اللي بعده كامل اللي هو 22 طون اللي صاير أنه ما عنده كتير طوابق عم بيستعملوا تكنولوجيا كتير حلوة اللي هي ما رح فوت كتير هي حرق الإيدروجان أنه مش بس بترول عادي عم بيستعملوا الكامستري الشيمي مع البترول دونك الجاز إلى شيمي مشان هيك طلعوا بزيت الصاروخ ما طلع إتاج وفل إتاج وراح إتاج لا يدفش طلعوا بزيت الصاروخ لفوق عملوا المنافر نجحة المنافر بس لوزن برأي المتواضع هني اللي تخبره لأن بعضه جديد وعدم إدراك وكمان أرار لأنه معلومات نقدر نعطيها عن هيدا الموضوع مثل ما قلت يعني شغل كل الناس وحتى في محطات وحضرتك يعني من أصحاب الاختصاص لقلت لك عندك إطلالة على أكتر من وسيلة إعلامية كانت وش خير علي أو لي كمجرد حكينا عن هيدا الموضوع بعيدا عن السياسة هون يعني كمان حكي عن المعادن المستعملة ما كانت يعني متراسة مثل ما يعني ما كانت صلبة بوجه هذا الخلل هلأ بيقولوا أنه في مخابرات وعطول هي مش خبرية عطول في ايجنز دبل ايجنز بين يوروبا سبيس ايجي سي وكالة الفضاء الأوروبية بين السوفيات سابقا والآن الروس وبين النازة عطول في دبل ايجنز هلأ كمان مع وكالة الفضاء الصينية في مخابرات من النازة ومن بدك تعرف إذا بس بيتعلموا يعني بدك تعرف إذا طبقينهم ولا لأ دونك إذا زيدين المعادن أو حطين الأوزين بس قد ما تعمل نحن محاكات على الكمبيوتر إلا ما الإنسان يجرب هو الولد يعني بيكون عم بيجرب يعمل سيارة إذا بس شايفها بالرسمة أوكي حلوة تعطب أول مرة بتطلع دوليبة ما بيبرون تاني مرة حتى لو كانت نعمة في صورة كنت عم تقولي بدنا نتركها للآخر لنفسرها ياراتي نرجع له هي أول صورة ما رأيت معكم ومنشوف الحالة تحديدا أكتر وكننا بدنا نحكي شوي عن موكسي وقتها هي هي كرميل هي بدنا نرجع نستعيد الصورة ما بعرف إذا بخمس دقاي قدرت وفي حقه لأن كان بده حلقة خاصة بنرجع من عيد لأنه في موكسي وإنجنوتي هي هلأ الهدف نحن مش بس نعيش على الأرض ولا بس نطلع نبرم حوالين المريخ هدفنا بالـ 2026 يطلع الإنسان يعيش على المريخ ولنطلع نعيش على المريخ بعدنا عام نقول أنه بيكلفنا الأنرجي الطاقة الفيول يعني أنا إذا طالع بدك اليوم لترو ونص مي بدك ستة لترات أكسيجين دونك هيدا اللي شفناها الصورة هي حولت من الغلاف الجو المريخ اللي هو كربون أكسيجين أكسيجين ثاني أكسيد الكربون اللي هي موليكول وحدة عملوا منها أكسيجين بيور فيه يتنفسها الإنسان هيدا يعني كيف أول مرة دعس الإنسان على الأمر وقته قال أنه هذا أول طاقة أنا عم بقول لك وإن شاء الله نضل عايشين لنتذكر لما عملنا الحلقة أنه إذا عملوا 10 جرامات أكسيجين 5 جرامات يعملوا 10 ضي يتنفس فيها إنسان يعني من هلأ لـ 2026 رح يكون المريخ مأهول أول دعسة تكون كير مش بس الأمر المريخ هلا أنا حضرتكن بحلقة من الحلقات أنتو باسكال سابقيني وما عملتولي اعتبار أنه كنتش يحكينا عن الفضاء دغري يعني ركبت الديل مع باسكال وطلعين أنتو إياها بالـ 2026 ماشي الحال مضبوط بس هي خافت ما كانت بدأت تطلع أنا قلت برجع بحكيك أنت يمكن قلبك دكتور سيرين نعمة الأحداث الفلكية دايما بتقولي لي في على مدار السنة في أحداث فلكية أحداث بيتسلط على يضو أحداث بمرؤ مرور الكرام ممكن لتكرار أو لعدم أهميتها نحن اليوم يعني بشهر أيار بالربيع ممكن نشوف يعني أحداث فلكية لن إذا بدأت تكل شوي على المنجمين ما معنش بهالفترة حدا متوقع أنه ظاهرة فلكية عجيبة غريبة في شي بالأفق ولا ليك هلأ ظاهرة فلكية عجيبة غريبة أنا بوقف هون أنا عند الفلك كله بقدر فسره على نجل كلمة أنا يعني هي العلم ويمكن هلأ ما فينا نفسر العجيئ بالغرائب لأنه العلم بعد ما شرحه دكر نعم اللي بده يصير هو في عندنا أكيد فلمون في عندنا بلانتات كواكب نقرب من بعض وفي عندك أنت متى يرشور الشهوب البدا تتساقط كل شهر ونص بآخر الشهر إذا بنطلع على الجبال وما بكون في عندنا كتير تلوص تلوص ضوئة رح نشوف لحد هلأ أكتر من هيك ما في أنا يعني مش جاي نايزك يشبق يقتلنا أو طالعين الديناصورات من وراء نايزك أو اتنين بلوتو رح يفوت بمعرف شو نولا طيب بالنسبة يعني اليوم خلصنا من قصية الصرخ الصيني تفكك ومش الحال ما في ضحايا بالأرواح ما في شي قلت لي رح تتبع خطوة نفس الشي ورح تكون نفس النتيجة بدي قلت لك ياريت خلصنا إن شاء الله لأنه تخطط بناء هذه المحطة وتخلصها بالـ 2022 عشر عمليات إطلاق أنا قلت ستة بردون عشر عمليات إطلاق وحدتين مثل هو دي حاملة مثلهم أربع بعسات بعد وأربع رحلات في يون عالم رح يكونوا مصدر ثقة من أنا يا صديقي اللي أكون مصدر ثقة بتحليلك هلأ إذا ما تعلموا رح يعصبوا كتير الأمريكان والأوروبية إذا رجعوا عملوا ذات الشي لأنه هديك السنة اللي صار ضر الأمريكان لا اللي صار نفع اللي صار نفع الأمريكان لأنه كانوا الأمريكان نطرين هلأ عم بحيك عن جد الأمريكان نطروا الغلط طبعا الصينية لحتى يعنون لوز إنه إذا وقعت على حدا وإزيت حدا ساعته هون بيعملوا لوز على السبيس ممنوع تعمله وممنوع تعمله بس بي تشانس إجت بي تشانس سينتيفكل تشانس إجت وأنا بده أطلب من المشاهدين ما يخافوا كتير على طول يعني هيد سياسة الخوف أنا كتير بشكرات أنا ما كنت عارفة إنه هلقدم خوف العالم لأنه كتير بشكرات يعني مجموعة من النكات إنه شو منعمل مع الصين إنه منلبس كمامة ولا منمشي زحف على الأرض مننبطح منتخبى إذا تخبينا وين عم قلك يعني في أشخاص على السوشال ميديا صار يحطوا مواقع بيتهم طي ينزل الصاروخ قال مش ينتيخدوا هالخمسة وثلاثين مليون دولار تعويض بس هي هيد مزبوطة إذا مأكد إذا مأكد إنه في صاروخ طليع من اليوروبين سبايس أجنسي وبقايا أزوك فيك تطلب والدعوة وبتربح مصاري طيب دكتور سيري النعمة نحن للقاءات تانية بإذن الله نحكي عن أحداث فلاكية ومواضيع أكتر وأكتر نرجع مناطح ولموكسي نحكي شوي عن المريخ طالما الأنظار كل علي أميننا خمس سنين رح يصير يعني مقهول بالناس والسكين بقلك موضي ماش شكرا لقلك نهار الأحجيتي من دير الأمر لتكون ضيفتنا أنا بشكر حضورك معنا دكتور سيري النعمة دكتور أبي يعلم الفيزياء الفضائي أهلا وسهلا فيك